بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد بكم رحمة ربك عبده ذكاً إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيباً واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً وإني حفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عافراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل عقوب وإني حفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عافراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضي يا ذكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحياء اسمه يحياء لم نجعل له من قبل سمياء قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عسياً قال كذلك قال ربك وعلي يهجبه وقد غلقتك من قبل ولم تكشياً ولم تكشياً قال رب اجعل لي آية رب اجعل لي آية قال آية كألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً 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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً يا يحياه بالكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا وذكاةً وكان تقياً وبرواً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعد حياً واذكروا في الكتاب مريم إذ انتببت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك علاماً ذكياً قالت أنا يكون لي غلام ولم يمززني بشر ولم أكو بغياً قال كذلك قال ربك هو على الجهد ولنجعله آيةً للناس ورحمةً منا وكان أمراً مبضياً فحملته فانتبت به مكاناً قصياً فأجاء أهل مخاب إلى جذع النغلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت مسياً من سياً فناداها من تحتها ألا تحزني واتجعل ربك تحتك سياً وغضي إليك بجذع النغلة تستاقض عليك رضباً سياً فكني واشربي وقري عيناً فإما ترن من البشر أحداً فقولي فقولي إني ندمت للرحمن صفاً فلن أكلم اليوم إن سياً فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد تئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كان أمك بغياً فأشارت إليه قالوا كيف انكلم من كان في المهد صبياً قال إني عبد الله آتا لي الكتاب وجعلني نبياً واجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حجاً وضراً بوالدتي ولم يجعلني جفاراً شقياً والسلام علي يوم أولدت ويوم أبوت ويوم أبعث حجاً ذلك عيسى المريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا غضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا حراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأرصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأندرهم يوم الحسرة بخضي الأمر وهم في غضلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يدعون أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيئاً إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبتي إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبتي إني أخاب أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرض منك واحجرني مرياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبياً وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوه ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربه شرياً فلما اعتذ لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويحفظ وكلاً جعلنا نبياً ووعدنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صبت علياً واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً وناديناه من جارب الصور الأيمن وقربناه نجياً ووعدنا له من رحمتنا أخاه الله نبياً واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقاً نبياً وربعناه مكاناً علياً أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قدداً وبكياً فخلف من بعدهم خلهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواء فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك فأولئك يدهلون الجنة ولا يغلون شيئاً كنات عبد من الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم ربهم فيها بكرةً وعشياً تلك الجنة التي نولد من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا والصبر لعبادته فاعبدوا والصبر لعبادته هل تعلم له سمياً ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرى تحياً أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً فوربك لنحفؤنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جزجاً ثم لننزعن من كل شيعة أجلهم أشد على الرحمن عتياً ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها خلياً ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها خلياً ثم لنحن أولى بهايك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مطبياً هم من نجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسجا وإذا كتلى عليهم آياتنا بجنات قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أي البريقين خير مقاما أي البريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أعلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أساسا ورجا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن وزا حتى إذا رأوا ما يوعبون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف كنتا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرضا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أهدا كلا فنكتب ما يقول ونمث له من العذاب متا ونرده ما يقول ويأتينا بردا كلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عدا كلا سيكون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعط لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المتقين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولذل قد بئتم شيئا إذا يكاد السماوات يتفضرن منه تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا شكرا